اشتركوا في القناة بمسابقة رمي الجلة في اتف خمسة وثلاثين ضمن منافسات بطولة العالم التي احتضنتها بريطانيا مؤخرا وذلك بحضور المدرب الوطني خليفة عبدالله خليفة وقد نقل سموات تحياتي وتهاني جلالة الملك المفدى لأعضاء ومنتسبين الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة وللعب فاطمة عبدالرزاج بعد تحقيقها لهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف لسجل مملكة البحرين والتي اثبتت من خلالها انها بطلة تستحق التتويج بالذهب وانها نموذج للرياضة الحقيقية والمشرفة ونقل سموه ايضا تحيات وتقدير اخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واعرب سموه عن فخري واعتزازه بهذه النتيجة المميزة والتي اثبتت للجميع ان فاطمة عبدالرزاج رياضية حقيقية استطاعت باصرارها وعزيمتها ان تتغلب على كل الحواجز لترفع علم مملكة البحرين عاليا بمختلف المحافل والمشاركات واضف سموه ان اللعبة عبر انجازها الجديد اليوم اعادت ذكريات الانجازة الذي حققته في دورة الالعاب البارلمبية التي استضافتها البرازيل صيف العام الماضي بتحقيقها ذهبية رميل جل وقد اشهد سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة لتهيئة الظروف المثالية لاعداد اللاعبين واللاعبات للتمثيل المشرف بالمشاركات والمحافر الرياضية المختلفة وفي نهاية اللقاء تسلم سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة هدية تذكارية من رئيس الاتحاد سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة بهذه المناسبة ساعدين طبعا باستقبال سمو الشيخ خالد للعابة فاطمة والأعضاء الاتحادة ومدرب اللعبة وفرصة أن نحن مبارك لسموه إنجاز اتحاد ألعاب القوة أيضا والتحاد لعاب ذوي دعاقة في ألعاب القوة أيضا الحمد لله في فاترة بسيطة البحرين تحقق مداليتين لهبيتين في بطوات العالم لألعاب القوة وهذي يعني يدل على جهود المبذولة والروح المعنوية اللي يعطيها سمو الشيخ خالد إلى اللاعبين وإلى أعضاء الاتحاد الشيخ خالد ما قصر وأنا مستنسة اليوم على استقبال وما عرف يعني شلون أوصف لك يعني ساعاتي اليوم قابلتي حك الشيخ خالد الله يحفظي إن شاء الله بطولة العالم أفشل كان يعني شيء صعب لي بس الحمد لله الحمد لله أن الله وفقني ويبت المركز الأول بس مو بالسهولة تماريين والشغال تحديت إلا أيب وحكي مملكة البحرين 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 شكرا